أسعار صرف الدولار في بداية تعاملات البنوك المصرية لليوم السبت سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30 جنيه و 83 إرش للشراء و 30 جنيه و 96 إرش للبيع وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30 جنيه و 75 إرش للشراء و 30 جنيه و 85 إرش للبيع بينما سجل سعر الدولار في بنك مصري 30 جنيه و 75 إرش للشراء و 30 جنيه و 85 إرش للبيع وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30 جنيه و 85 إرش للشراء و 30 جنيه و 95 إرش للبيع بينما سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30 جنيه و 85 إرش للشراء و 30 جنيه و 95 إرش للبيع وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30 جنيه و 85 إرش للشراء و 30 جنيه و 95 إرش للبيع بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30 جنيه و 90 إرش للشراء و 30 جنيه و 95 إرش للبيع ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المواصر داخل فروع بنك القاهرة لمستويات 30 جنيه 85 إرش الليء الشراء ومقابل 30 جنيه 95 إرش الليء البيع ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المواصر داخل فروع بنك الكويت الوطني لـ 30 جنيه 85 إرش للشراء مقابل 30 جنيه 95 إرش الليء البيع وعلى صعاد البنوك الإسلامية جاء سعر الدولار داخل بنك البركة أمام الجنيه عند 30 جنيه 85 إرش للشراء و30 جنيه 95 إرش الليء البيع بينما وصل سعر الدولار أم بمواقع بنك سييب الإلكتروني في ختام التعملات إلى 30 جنيه 85 إرش للشراء و 30 جنيه 95 إرش للبيع وعرض متبنك سعر الدولار أمام الجنيه الماصر داخل الفروع بمواقع الإلكترونية عند مستوات 30 جنيه 85 إرش للشراء و 30 جنيه 95 إرش للبيع